حقيقة مش عايزة اقول ولا مقدمة ولا عايزة اقول اي حاجة انا عايزة اخد كل وقت وكل دقيقة علشان نستمتع بارواقية مصرية الجميلة دكتورة رين باسيوني وزي ما قلت مش بس عشان هي حاصلة على جائزة الدولة للتفوق في الأداب عام 2022 ولكن علشان هذا الشغف وهذا البحث مش عايزة اتكلم انا لازم ارحب بي وابدين اقول كل الكلام مساء الخير يعني انت من ورانا في التسعب انا سعيدة جدا والله ينور حضرتك وانا سعيدة ان انا معاك وسعيدة بالكتابة والتقلق الاول انا عايزة اسألك هذا البحث يعني انت مش مجرد بتقدم لنا روايات ولكن انا بحس وانا بقرالك يعني بالمعلومة حتى يعني بحس ان في معلومات مدققة مختلفة بتغير حاجات كتير يعني في رواياتك يعني فبحس ان انت في بحث الاول بتعودي تشتغلي للتاريخ وتحضري المادة وبين تبدأي تحوليها لعمل ادبي يعني مجهود كبير قوي هو انا بستمتع بالبحث يعني انا عملت طبعا ابحث قبل كده في علم اللغة الاجتماعي وعلاقة اللغة بالمجتمع وعشان ابص على علاقة اللغة بالمجتمع كنت رازم ابص على التاريخ فدخلت شوية في اللغة والتاريخ والوطن العربي كله لما دخلت بقى في التاريخ 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 الاسلامي استمتعت جدا بالبحث عن المعلومة ادورها لحاجة ما كانش حد يعرفها قبل كده اربط المعلومات ببعض فأحاول اطلع الشخصيات كان شكلها زي دي بتربوط التاريخ تمان دلوقتي اه 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 بحاول ان انا اربط بقى كل الحاجات دي ببعض فالواحد بيطلع كأنه كل مرة بتكتشفي يعني اكتشاف كأنك بتلاي باكتشاف فاكتشاف ده بيدي متعة غير طبعية اكيد خلينا نركع ندقق للناس ونقول مين دكتورة ريم باسيوني دكتورة ريم باسيوني بنت مصري بنت سكندريا اللي درست في كلية الاداب وتخرجت وبعد كده انتقلت الى جامعة اوكسفورد في بريطانيا ودرست لغويات وبعدين انتقلت لجورجداون في امريكا وكمان درست هناك واخيرا هي مستقرية في الجامعة الامريكية بتدرسي الاثار والتاريخ اعتقد انا بدرس علم اللغة علم اللغة الاجتماعية بس انا بقيت حاسة ان انت دخلت في الاثار انا دخلت في الاثار والتاريخ لدرجة ان انا بقى بدي محاضرات في التاريخ يعني في اماكن مختلفة وبتكلم اكتر عن الاثار والتاريخ وعلاقة الاثار بالبشر وعلاقة الاثار بالتاريخ فا اه يعني حاسة انها بقت جزء كبير من شخصيتي حاليا. التاريخ والأثار. هي طبعا ما تختلفش عن علم اللغة الاجتماعية لأن علم اللغة الاجتماعية المجتمع واللغة. فالمجتمع واللغة جزء من الإبداع اللي موجود في الأثار واللي موجود في التاريخ. فأنا شايفة أنهم كلهم فيهم طبعا على أقوى قويات بعض. بس التاريخ عندي من زمان بقى أنا أحبه. طيب أنا ورواياتك موجودة على الشاشة أنا عايزة أقول فكرة الأغنية بتاعت اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني. فأنا حاسة أن الأغنية دي ت تنطبق على كل رواياتك. يعني أنت خدتها شعار. فالروايات كلها بترتبع. أولا يمكن الصور دي لجامع أحمد بن طلون ورواية القطايع. وأنا عايزة أكلم الناس على رواية دي تحديدا. هقول لك لأنك أزهلتيني في كذا نقط. يعني أنت في الرواية الحقيقة بتتكلمي عن أحمد بن طلون. هذا القائد العظيم حبه المصر. عشقه للبلد دي. إزاي كرم المصريين. إزاي قدرتي توصلي. وبعدين قلتي لي معلومة. إنه هو أول من أدخل المصريين الجيش. يعني أنا معلومتي واقفة عند محمد علي. هزي المعلومة مدققة وغير اللي إحنا نعرفه. هو في كذا حاجة محمد علي عملها. هو طبعا محمد علي واضح نحن كنقرق للتاريخ. فهو خدم الناس قبل كده. ففي حاجتين إحنا في مصر نقول مثلا أول حتى دخل الناس الجيش محمد علي. لا هو أحمد بن طلون. اللي دخل مصريين الجيش. ودي مكتوبة وموثقة في كتب التاريخ يعني. برضو الحاجة التانية مسبحة المماليك. هو اللي عمل مسبحة المماليك. أول حد ما كانش محمد علي وكان بدر الجمالي. قبل محمد علي. عزمهم كلهم متين من أمراء المماليك ودبحهم. صحيح. وده موجود طمان في رواية الحلواني. فأحمد بن طلون دخل مصريين الجيش. الحاجة برضو اللي محدش عرفها. ليه دخلهم؟ يعني ليه وقتها هو فكر إنه يدخل المصريين؟ لأن هو أولاً كان فيه عنده يعني يقول لنا المؤرخ اللي كتب سرته بعد ما مات باربعين خمسين سنة. يعني ما كانش في مصلحة بينه وبينه بقى خلاص. وبعد انتهاء الدولة الطلونية بيقول لنا إن أحمد بن طلون كان يحب المصريين كأنهم أولاده. وصل حب لهم لحب يعني أكبر حتى من حب الأب لأولاده. هو من أصل باكستاني؟ وهو أصلاً من أسباكستان من بخارة. يعني أنا طبعاً سفرت المكان بتاعه عشان أعرف أكتر. روحت أسباكستان وروفت بخارة. وعاش في العراق أعتقد أباكستان. هو غالباً ما يعرفش حاجة عن بخارة وهما ما يعرفوش هناك. أنا عاد تسأل في الناس المتخصص عشان أشوف. لكن هما ما يعرفوش لأنه هو تمصر تماماً. يعني إذا هو في موطنه ومسقط رأسه ما يعرفوش مين أحده. وهو أصبح مصري. الجامع هو أقدم جامع موجود في مصر. ده حاله حقيقي؟ هذا هو الحال القديم اللي كان فيه؟ بالضبط. هو المفروض أنه هو ثالث أقدم جامع في مصر لكن هو أقدم جامع في مصر من حيث أنه ما فيش حاجات تتغيرت فيه قوي. يعني عمر بن العاص مثلاً لا تتغير تغير بالضبط. لكن أحمد بن طلون لا ما تتغيرش. هو نفسه طبعاً أشق في العراق وتولد فيها والده هو اللي كان من بخارة في البداية. والعربي بتاعه طبعاً قوي جداً بس يعرف عربي ويعرف اللغة اللي كانوا بيتكلمونه في المنطقة دي كلها اللي هي اللغة التركية. لما جي مصر هو يعني أولاً عنده أحلام كتير بمصر واللي هيشوفه في مصر ولا هيعمله في مصر. لما بنى المدينة في مصر وبنى المسجد بنى مصانع بنى قناة المياه للمصريين. يعني كان عنده حب وحساسية شديدة جداً أول حد يشغل المصريين في المناصب العالية كبيرة. يعني لأن كان العرب قبل كده الدولة العباسية والدولة العموية تقول للمصريين يلحنوا في القول. العرب بتاعهم مش قوي. لأن كان لسا اللغة الكبتية يلحنوا في القول عندهم كده لحن يعني إيه؟ آه يلحنوا. أليه لهجتهم لأن كانت كلمة كبتية وقتها المصريين. أيوا بالزبط. هما فهم إيه اللغة العربية مش مزبطينها قوي. أول طول عمرهم المصريين متدلعين في العرب. شفينها. دي الكاف بتتنطق عمزة. يسهلوا. يسهلوا. المصري دايما يسهل. صح. طيب أنا عايزة الصور تاني يا شباب. لأن بقية القطائع والناس ما تعرفش بأن مدينة القطائع دي. اللي هي كانت القاهرة وقتها يعني أو شكل من الأشكال التي كان موجودها في القاهرة. هو قبل القاهرة. مكانش في قاهرة أصل. مكانش في قاهرة بل زالت. بس نقدر نقول ده الجامع وده المنطقة التي بتاعت. دي القطائع هذه القطائعة. منطقة دي القطائع. يمكن زي المنطقة نحن نضع نياه دراتي زي السيدة زينب. المنطقة دي كلها كندة القطائع. اللي فيها الجامع حالياً. واللي فيها الجامع حالياً. وهو لما قالوا للمصرين بيالحانوا في القول. الحقيقة رد رد قوي جداً. قال لهم. بس المنطقة دي هم عرفينها دي أرضهم. شو في بقى جملة على المصرين. فهم لما يجوا يشتغلوا معايا هيشتغلوا مصلحة الأرض اللي هما فيها. مش هيشتغل شوية ويمشو لان دي حسستني وكأن التاريخ المصري مصري طول عمره يخاف على أرضه هو حاسس بكده جاله الإحساس ده فشوفي زكائه يعني قدقين هو عرف يلقط كده فيعين الحاج بتاعه مصري يعين زي مثلا رئيس الوزراء عندنا مصري هل هل دي صور قديمة حقيقية للمدينة نفسها طبعا هي المدينة مش فاضل منها دلوقتي المدينة زمان كانت كبيرة جدا الجامع وعندنا شوية من القناطر لأنه قريب قوي من القلعة لقلعة دي حقيقة طيب أنا نرجع تاني الكلام الحلو اللي بتقوليه هو هو لمس عند المصريين اعتزازهم بالأرض بالزلط فهو قرر ان يقول لك ايه مفيش غيرهم ياخدوا بالهم من بلدهم فأسر ان هو يشغلهم أسر يشغلهم وبعدين المصريين عندهم زي ترمومتر كده لما يلاقوا حاكم بيحبوهم بيعرفو أو حاكم بيعمل لمصلحتهم هم فاهمين فعشان كده لما جيه مثلا أحمد منترون مات مقريزي يقول لنا الجنازة بتاعته ما كانش فيه واحد في مصر طفل أو امرأة مش فيها شو فيه قد ايه حب المصريين حصل ما بين الحاكم والشعب حب بعض حب بعض وبعدين حصل وشعبية وتأدير ده مثلا مختلف جدا عن الدولة الفاطمية لما انتهت هتلاقي مثلا في الرواية الحلواني هنلاقي ان خليفة العدد في النهاية الحلواني بتتكلمي عن الدولة الفاطمية عن الدولة الفاطمية لما انتهت الدولة اخشية ده ما انتهت مفيش الاحساس المصري اللي هو عايز احارب عشان خلي الدولة دي زي الاحساس اللي كان عندهم مع الدولة الطلونية ايوه فحب المصريين الدولة الطلونية كمان حاجة اللي مكناش نعرفها في التاريخ ودي معلومة غريبة ان فيه زابط مصري في الجيش بتاع أحمد بن طلون حكم مصري لمدة تمام شهور ده في الجيش بتاعه اه لما الدولة الطلونية انتهت صعب عليه أن الدولة الطولونية تنتهي وهو كان من أحد شوفي الجيش المصري قائد منذ التاريخ ده اللي أنا بقوله للناس نحن نتعلم من التاريخ وحسيت وانا بقرأ القطائع وكأنه في توازي للزمن اللي احنا عايشينه على طول في كل التاريخ وكأن القيادة بتاعتنا تشبه نفس التاريخ اللي احنا عايشينه أنا كمان عايز أرجع معاكي في الرواية دي أنه أحمد بن طولون حبي يستقل بمصر وينفاصل عن الدولة العباسية وده ما كانش طبيعي دي أول مرة تحصل أول مرة تحصل يعني كده بيقولك يعني المؤرخين بالأجانب شفت عزتيني ازاي في الإنمان حبيبتي موضع حنننسي لا 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 ده أنت بخلاص الرواية كلها عشاء الله لك عشان كده المؤرخين الأجانب يقولوا لو حنتكلم على عصر نهضة في مصر الإسلامية هيبدأ من أحمد بن طولون قبل كده مش هنم يعني مصر في الدولة الأموية لا موجودها مش قوي قوي من أحمد بن طولون هيبتدي المؤرخين المصريين يكتبوا على الهوية المصرية دي متخيلة بقى يبتديوا يكتبوا على علاقة المصري بأرضه وتاريخه وهويته ويبتدي عندنا العصر المملوكي بقى يوصل لمداء يعني هنمشي من طولوني الإخشيدي الفاطمي الأيوبي نمصل العصر المملوكي فهيبتدي عندنا المؤرخين يكتبوا فصول كاملة على الشخصية المصرية يعني حاجة قديمة جدا خلينا نقرر بأنه هنا الشخصية المصرية بتبدأ من عصر المطلوب بالضبط تبدأ الشخصية المصرية طب أنا عايزة أرجع تاني للجامعة لأن أنا وقفت برضو عند حاجة الحقيقة برضو وكتباتك دايما بتصحصح عندنا الحاجات دي اللي بنى الجامعة ده هو مهندس قبطي قبطي المسيحي شوفي المصريين حلوين ازاي من زمان لأن مصر هي يعني في الأصل قبطية حقيقة وجالها يعني هذا المسلم وهذا القبطي واتحدوا في بناء مسجد بديع زي ده لا دي نقطة مهمة جدا ويمكن سعيد بن كاتب الفرغاني المهندس القبطي من الشرقية ده موجود معنا في الرواية كلها صحيح من أول الرواية للآخر الرواية وهو أكتر حدك اللي عايز يحافظ على وجود المسجد ده صح وفعل مسجد فضل لغاية اللحظة دي موجود بالضبط أحمد بن طلون مسلم متدين وعنده علاقة صداقة ومكتوبة تاريخيا براهب قبطي مسيحي اسمه الراهب أندونا الراهب أندونا ده كان موجود في دير اسمه دير القصير دير القصير ده في منطقة زي دلوتي مثلا عندنا المعادي أو تورا تمام وفيه وقال انه لسه في بقايا للدير ده كان يعني الصداقة بينهم وصلت لدرجة أنه لما أحمد بن طلون يكون متداق من حاجة يروح يعتكف عند الراهب عند الراهب في صومات الراهب فشوفي شوفي بقا أنا ليه بحب كتابات دكتورة ريم لأنه في الكتابات احنا بنعرف الأجداد بتوعنا عاشوا ازاي وعشان كده لما بيبقى النسيج القبطي الإسلامي في مصر قوي وداعم والإيد في الإيد عمرنا ما بنستغرم لأنه هو التاريخ نفسه بيقول عندك حق وقد إيه هم يعني متأثرين ببعض قد إيه فخورين ببعض قد إيه مرتبطين ببعض مش جديدة أنه ممكن مسلم يبني كنيسة أو مسيح يبني جامعة دي مش حاجة جديدة في مصر وكان بتحصل كتير عندنا سعيدة مني كاتب الفراغاني والعرائس بتاعت ابن طلون عرائس ابن طلون دي بقى العرائس دي بقى حكاية اللي هي زي شبابيك كده اللي هي زي شبابيك وتي أعتقد في أعلى المسجد لو جالنا الصور في أعلى العرائس دي شكلها بديع جدا والناس والله أنا نريد الناس ياخدوا أولادهم يروحوا لأباكن لأن الجامعة بديع فعلا يعني العرائس دي أعتقد ده بوزق منها أيوة هي دي دي العرائس دي دي كأن ناس مسكة دين بعض كأن ناس مسكة دين بعض لو أحنا فكرنا اللي عمل العرائس دي اللي بناها هو مسيحي كبتي العرائس دي أو الشبابيك ده ما شفناش دين تاني نرجع للصورة اللي هي بتاعت الجامعة أستأذنكم لأن العرائس هنا بتؤكد بأنه المسلم والمسيحي اللي ييد في اليد مش كده بس ده بيقولك إن المفروض الناس دي اللي بتصلي أو بتتعبد لربنا هي تحمي المكان ده ده فكر اللي بنا شو في بقى روعة فكر اللي بنا اللي هو المسيحي المسيحي فقد إيه فعلا مصر دي اللي بيحميها كلنا واحد يعني أمام ربنا كلنا اللي هي العرائس زي ما احنا شايفين الصورة ومش أدى تميزي شكل واحد معين لا أبيض ولا أسود ولا أصفر كل الناس زي بعض طب إزاي بتقدري يعني 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 أنت كل الحاجات دي أخذتيها من التاريخ وبعدني اتحولت أنا وانا بقرأ الرواية وكل رواياتك فيها قصص رومانسية بديعة يعني بديعة يعني بحييكي لأن أنا من عشاق قصة زينب والأمير أيوة أيوة وبعدني لقيت قصة جبيها زيها في القطائق عائشة واندرحمن أيوة عائشة واندرحمن شباها جدا نحن عندنا الثالث قصص حب لأن القطائق عبارة عن يعني ثلاثية بديعة يعني هي طبعا الواحد ساعد بيفتكر أن الوقت اللي فيه حروب أو الوقت اللي كان صعب زي العرسول الوسطى دي ما كانش فيها حب لكن بالعكس الوقت ده كان فيه حب قوي جدا ومشاعر قوية جدا نقدر نشوفها في القصص الموجودة نقدر نطلعها من الشعر اللي كان موجود في الوقت ده نقدر حتى نطلعها من كلمات أحمد منطلون عن نفسه يعني أحمد منطلون نفسه لما كان مثلا يحكي عليه بلوي في السيرة بتاعته ساعتي كلمنا على لحظات مثلا كان قاد مع زوجته فيها على كذا فتحيس للناس دي لأ فيه وجهين فيه وجه الحاكم القوي صارم محارب ولكن في الوجه برضو للشخص ممكن يكون رئيق جدا وعنده مشاعر قوية جدا وعنده ده كان بيقول شعر صحيح يعني فده موجود وده موجود فأنا كنت ورده عايزة أوضح ده للناس لأن الناس دايما تفتكر أن لا طب وهو في الوقت الصعب ده والقصوى دي في الوقت ده هل ممكن حد يكون بيحب آه طبعا طبعا ده هو الحب بيجي في الوقت ده يعني في الازمات طيب أنا كمان عايزة هنا أقول أولا أنت تنتصرين للمرأة دائما يعني بحس أن المرأة عندك راقية ولأ أنت عندك حتى في الرواية نفسها اللي انتصرت المرأة قوية الامرأة القوية اللي انتصرت في النهاية هي امرأة بنت بنت أحمد من طلون آه بنت أحمد من طلون عائشة عائشة هي اللي انتصرت يعني الحية وهي اللي أكملت فأعتقد أنت يعني دائما بتشوفي أن المرأة معها المفتاح طبعا طبعا يعني دائما المرأة حتى من الأيام أولاد الناس هي اللي أولا هي لو في حرب هي لا تحمل هام الحرب دائما تفقد الزوج أو القبل فهي اللي لازم تستمر في الحياة يعني المرأة دائما رمز للحياة ورمز للوطن وهي على فكرة المرأة قوية جدا يعني من دي حاجة معروفة فالمرأة المصرية كمان لها قوة خاصة لأنها كان لها دائما دور تاريخي على مر كل العصور صحيح ودور وطني قوي جدا جدا ودور في أن هي يعني يعني تخلي فيه وحدة وطنية وفيه إحساس بالهوية المصرية دي برضو على مر العصور فالمرأة المصرية كنت عايزة عبر عنها المرأة القوية جدا دي زي ما وجودة في عائشة مثلا هي تعتبر هي اللي أنقذت محدش من الرجال ده أنا اللحظة حسيت أنه عائشة وزينب وكانهم حيلتقوا وفعلا نتحس أنا ساعات يعني أنا ساعات حتى طبعا غني أقول زينب دي بطلة رواية أولاد الناس صح يعني الحقيقة أنا الحقيقة بدعو الأسرة المصرية دايما يقرؤ كتاباتك مش عشان حاجة لأنه حيستمتعوا بالتاريخ وحيستمتعوا كمان بالأدب لأنه أنت بتحولي من تاريخ وتاريخ تقيل وتكلمي على دولة عباسية وأموية وأخشدية والفاطمية وهنت حولي بعد كده وتاخدي بقى قصص المصريين تبصتي الدنيا وتستعملي لغة راقية مهزبة وفي نفس الوقت سريعة الإقاع فده يعني كلميني ازاي بتكتبي يعني بتبدأي مثلا اشرحي لي رواية من روايات كده بتمشي ازاي اشتغلي كم ساعة في اليوم لو أنا عايز أكتب ممكن أقعد كتير جدا يعني وما حسش بحاجة بقى حوالي خالص يعني لو اي حد جي ميشي مبقاش حاسة بالناس خالص حوالي اي لو مش عايز أكتب ممكن أقعد كتير جدا مكتبش لكن لو جليل لانا فعلا عايز أكتب لا ممكن أقعد مصر عشر ساعات وبقى ايه ببحث وأكتب الاتنين مع بعض هي الرواية ساعات بتبقى قدامي مشاهد يعني مثلا في محمد وزينة مشهد موت محمد أنا عارفة أن معظم الناس أردت الرواية توقتي ده بالنسباني أنا شفته قدامي في بداية الرواية قبل مكتب الرواية يعني ده كان أول مشاهد كل حاجة عن ده كان أول مشاهد هو اللي بنا شخصية محمد الأمير يعني أنا حساها يعني أنا أنا محسا بالرواية كلها بس أنا بكتب أول مشاهد كتبت في الرواية ده حاجة كتب غريبة شوية ففي مشاهد كده الواحد بيحس بيها وبتبقى قوية وبتحركه ويمكن ده بتساعد أنه هو يبني بقى الرواية هل بحثك أنا عارفة أولا يعني دكتورة ريم على فكرة مش بس بتنزل لكن كمان لما بتقدم روايات بتاعتها بتنزل تاني الأماكن ومعها القراء يعني أنا بشوف لك حاجات كتيرة حاجة هل لما بتنزلي في رحلة البحث بتغيري حاجات حاجات بتغير في دماغك لأنه أنا مثلا بلاقي عندك حبك للتاجر المصري باين جدا في الرواية حبك للصنايع المصري باين جدا في الرواية حبك للبسطاء بتعلي من قيمتهم وبتعلي حتى من لغتهم بتخليهم كأنهم عزماء يعني مش بمبالغة ولكن برقي لا وفعلا أنت عندك حق في حتة أن أنت يعني الواحد لما يقرأ عن التاريخ غير لما يشوف المكان هو مش عارف التاريخ بتاعه يعني أحمد ابن طلون أنا رحته كذا مرة قبل ما ببتدي أقرأ سيرة ابن طلون بدأت أقرأ سيرة ابن طلون ورحته كأن أول مرة أشوفه كتبت بقى الرواية ورحته مع الكراء عايز أقولك كأن بتفاعل معي هو موجود معي يعني أنا بأورف وتوصل مع أنه كأنه أحمد ابن طلون أنا شايفة أنا حاسة بسعيد ابن الكاتب الفرغاني هو بيبني أنا شايفة أحمد ابن طلون أنا عارفة أنه لما طلع المأزانة دلوقتي وقال كذا ونزل وقال كذا وقعد في الحتة دي بتيتحس الناس دي موجودة والناس دي حواليك يتوصلي لدرجة أن أنت فعلا وشوفي شوفي تقدير المصريين من خلال الرواية لما هو شغالهم في أماكن حساسة في الدولة لأول مرة حقيقي المصري زكي جدا ولما بيحس أنه القائد بتاعه بيقدره هو كمان بيبادر جدا وبيقدر يعطي يعني إحنا لو بصنا يعني زي ما خدرتك قلت دلوقتي التقدير بقى للصنع المصري أولا سعيد ابن كاتب الفرغان ده مش أي مهندس ده مهندس ورس يعني شوفي هو المكريز يقول عليه إيه حاظق في الهندسة هو ورس الهندسة دي عن مهندسين كدومة المصريين ده بلا شك لأنه كمان الجامعة شاهق لا طبعا ده مش مبنى وفي مدرسة في مدرسة جوه الجامعة مدرسة ابن طولون في الجامعة الحقيقة هو الحقيقة عظيم يعني ده عظيم لو لو واحد يشوف مثلا حاجات المماليك نفس الحكاية كأن ده مبني بروح وحب وشغف والناس دي متورثة عن أجدادها الصنعة متورثة عن أجدادها الموهبة والإبداع ده يعني والإتقان بقى إتقان في العمل يعني إتقان غير طبيعي يعني لو ما تلاقيش مثلا في المسجد ده حاجة مختلفة عن حاجة ده في إتقان في العمل ودا كان ما كانش لا فيه أجهزة ولا في حد هيشير الصخر عارف أنا باتفق معاكي ليه بالزيد بنا المسجد ده ولأنه من أقدم المساجد وهو كحاله زي ما تم بناءه ورغم أن المنطقة اتغيرت يعني اتغيرت طبعا طبعا حاجات كتير لكن المسجد ده فيه حاجة كده زي المصري القديم جدا حجر بتاعه طريقة بتاعته الزبط الحاجات الشهقة اللي فيها حتى مثلا بتشوفي الأعمدة كأن فعلا انت شايفها أنا بقى الحاجة اللي بحسها قوي وبحبها قوي في المصريين برضو أن أنت تبقى ماشي في الشارع ده فتلاقي صيدالات ابن طلون مدرسة ابن طلون فالمصري كأنه بيحاكي تاريخه لازم لازم يفتكر دائما تاريخه لازم يفتكر يعني أنا بتمنى المصريين دائما تفتكر تاريخها لو أنا سكنة في المنطقة دي ده أنا قدامي كنز أنا قدامي إبداع لو أنا صحية الصفحة كده اتفرجت عليه كل يوم أنا محظوزة جدا بس أنا منكم مش حاسة موما عايزة نقل في منطقة جديدة عايزة روحيتها تانية لكن مجرد إن أنا عايشة مع شخص زي ده لأن كده بتعتبر عايشة معي يعني أي مبنى أو أي كتب بتقريل شخص بتبقي عايشة معي بتعيش معي بالضبط طب حاختك تاني كده عشان بردو نعيش في رواياتك في بقةعة الفستق انتي تكلمي هنا عن الثورات أكتر وققدت عاقب بتاع الثورات تأثر على الحياة في مصر. صح. هي كانت كمان رواية بقى الفوزو اتعاملت على الفكرة بتاعة العولمة. اتعاملت في 2007. وكانت مصر بتتغير جدا. وهي شبه الزمن اللي احنا فيه بردو تاني. العولمة بتأثر علينا. بتأثر على كل حاجة. بتعمل مشاكل قد ايه. وبتطلع نوعية من الناس مش مصبوطة. للأسف. يعني أحيانا أنا أقول ايه. تنزل الشارع المصري كل يوم الصبح. الناس بتشتغل والعامل في مكانه. واللي في المدرسة ترجع بالليل على السوشيال ميديا تلاقي عالم افتراضي لناس يعني دون المستوى. خالص. يعني فيه حاجات كده معلاش علاقة بالشأن المصر. هي ممكن بس من نسباني أنا يعني شخصيا مشكلة السوشيال ميديا هي الحاجات اللي احنا ما كناش نقدر نعملها قدام بعض. بقى يعني فيه ناس ممكن نتجرق ونعملها في السوشيال ميديا. يخمت الطريقة على حد. نتنمر على حد. فطبعا كل ده حرام يعني حتى يعني في كل الاديان على فكرة مش في دين واحد وضد الانسانية حتى اللي ما عندوش دين خالص. صحيح. فالواحد بيبقى لازم شوية نفكر قبل ما نكتب اي كلمة ممكن تجرق حد من غير قصدنا. حتى لو عايزين ننتقد ممكن ننتقد بطريقة يعني من غير بقى شفية جرحة. ده غير ان البعض بيستغل لها يعني يستغل لها يهدم دولة يهدم بلد يهدم الناس يهدم حد معنويا يعني استخدامات غير طبيعية. فانتي هنا يعني حسيت ان العولمة قد اي ممكن تغير هي ممكن تغير. في رواية بقعة الفوصدق. بقعة الفوصدق كمان هي بتتكلم هي غريبة شوية الرواية لان هي اللي بتحكي رواية بنت مراهقة في دمانهور. صحيح. وهي بتكلمنا على العوالم عمرها ما شافتها لكن خالها الواسع جبها لها واللي بيحكي لها كل العالم دي ابن خالها اللي هي بتحبه ابن خالتها اللي هي بتحبه جدا وهو ما بيحبه بيحكي لها على انجلترا ويحكي لها على امريكا ويحكي لها على حياته. فاحنا بنشوف العالم كله من وجهة نظر البنت اللي هي عمرها ما خرجت من المنطقة بتاتها. يعني دخلها في عالم افتراض. بالزبط بالزبط. وهي بتشوف العالم كله وبتبتدي انها تحكم عليه وتفكر فيه وتشوف ازاي. خصوصا بقى فكرة وجود السلع الترفيهية يعني شوف زي ما انت قلت يمكن احنا بنتكلم على عصرنا حتى دلوقتي. هو شبه هي الرواية برضو شبه قوي للعصر. الفكرة مثلا ان احنا كان فيه وقت في العالم ما كانش فيه بلاد في العالم ما كانش تعرف مثلا الموز الموز اللي احنا بنأكله كل يوم ده لأ فيه ناس ما كانش تعرفه خلص. فيه ناس ما كانش تعرفه انواع فكها معينة لما بتوصل لهاش اصلا. فدلوقتي بقت سلع الترفيهية دي توصل لنا يعني كل انواع السلع بتوصل لكل وكان في العالم. هل دخل العالم احسن ولا اوحش. ولا اصر ازاي على نفسية البشر كمان. ففيه يعني بيكلم عن حالة الاقتصادية ازاي ممكن تأثر او التغيرات الاقتصادية في العالم ازاي ممكن تأثر في الهوية. طبعا. فيمكن دي كانت رواية مختلفة شوية. طبعا. وازاي كل دولة لازم تبقى يعني عاملة حماية للهوية بتاعك. لازم. يعني انا عايز ترجع مثلا مصر بلد عظيم. يعني بلد عظيم. لما بقرأ رواياتك بحس ان البلد دي لازم دايما يكون فيها قيادة عظيمة. لانه طبقات. يعني لا تاريخيا سهلة ولا الانت سهلة ولا في اي وقت سهلة. فمن يحكم مصر لازم يكون شخص عظيم حقيقة. وهي على فكرة مصر بلد غنية. مش غنية يعني الغنية على فكرة انواع. فممكن انا دلوقتي غنية بتاريخ. صراء التاريخي صراء لاي ما بيخلصي. يعني الفلوس ممكن تروح ويتيجي يا رفز اللي يقولي. لكن الصراء التاريخي ده موجود على طول. مصر دي عبارة عن طبقات من التاريخ. احنا كل ما بناكتشف بناستكشف حاجات. بناستكشف حاجات على شخصيتنا احنا. على وجودنا احنا كمصرين دلوقتي. على وجود الجيل اللي احنا عايشين. ايه طبعا. يعني وانا بقرأ مثلا عند القطائع ابن طلون وانتي بتقولي انه ادخل عناصر للجيش المصري الاول مرة انه هما يدخلوا ويحموا بلدهم. انا حسيت ان دي البداية. اه طبعا. يعني احنا الوقتي بنقول ايه الجيش المصري الجندي المصري له عقيدة. وعقيدة مش سهلة. وعقدته يعني اللي هو ما عندوش غير الشهادة والدفاع عن الوطن. هو رابض على هذه الاشياء. فانا حسيت وكأنها البداية انتي رسمتيها كده. طبعا. وطبعا. وليه دور كبير جدا في التاريخ. يعني من جهات مختلفة. وعلى مر التاريخ المصري. يعني كمان انا ساعات بزعل من الناس اللي هي بتقطع التاريخ المصري شوية تقولك اه احنا كان لنا دور كبير او كدوان مصريين. وخلصنا. وبعدين بقى في 52. او فين بقيت التاريخ بقى. هو على فكرة الجندي المصري كان ليه دور على مر التاريخ. الدور بتاعه ما راحشي. لان حتى وقت مسلا المماليك هو من اللي كان بيحرم التطر والصليبيين. للمماليك دول كلهم على بعض يعني صغيرين. ده لازم يعمل اي نفير عم اعلان نفير عم ويجيب جنود حلقة. كل دول مصريين. فاللي كان بيحرم الحروب دي كلها مصري. اللي كان بيكسب الحروب دي كلها مصري. فدايما مش هادين نخفل ان المصري كان ليه دور كبير جدا على مر التاريخ. او نقتصر ان المصري ده يعني نط من الفراوزين دلوقتي. مصري موجود تور الوقت بيدافع عن ارض وعن بلده. كذا كذا الف سنة كده. او بالزبط. فإذا العقيدة بتاعت الجندي المصري اللي هو موجود دلوقتي اللي هم الاحفاد الاحفاد احفاد. صح. هو خدها من جدود في التاريخ. هي هي هي. وعلى مر العصور مش مش من عصر المصريين كدواء. لا ده على مر العصور. العقيدة ما تغيرتش. ما اعتقدش انها تغيرتش. في حاجات في الشخصية المصرية متغيرتش. اتمنى انها ما تتغيرش طبعا. يعني احمد بن طلون لما عمل القطائق انا مش عارفة اسمها عشان هي كل منطقة قطيعة. كل قطيعة. اللي ها طايفة وفئة زي ما انتي شرحتي. وفي نفس الوقت عمل قصر بيقولك فيه اكتر من اربعين باب. ايوه صح. حاجة كده صح. وكان الجيش موجود معاه. فاذا نلقائد دايما مع جيش. وكانوا المصريين من الجيش موجودين. ده احمد بن طلون في عندنا الحديث بتاعه قبل ما يموت وهو يحتضر. فاول حاجة قالها لابنه اخي مرويه. الجيش. انت من غيره لا تسوى شيء. كل فلوسك اديها للجيش. يعني انتي بتخيلها. دي قصة مكتوب عندنا في التاريخ. حقيقي. يعني احمد بن طلون. اوصى بانه ميزانية الدولة تروح للجيش. تقريبا. يعني هذا هو التاريخ المصري يعني. طبعا نتكلم على يعني تاريخ قديم. بس هو كان من نسباله لانه عارف. عارف التهديد. هو اللي بيحمي البلد. هو عنده تهديد قوي جدا من الدولة العباسية. طبعا. فكان فاهم ان هو لو ما كانش عنده جيش قوي. وطبعا وصع المصريين. يعني وصع المصريين. وصع للجيش. اه توسية شديدة جدا. علشان كده خمروية اخد وصية ابوه فعلا ونفزها. لانه كان مع المصريين كويس جدا. وكان يعني الجيش في عصره مزدهر جدا. لما انتهى بقى عصر الخمروية كان خلاص بقى الدنيا يعني بدأت تتغير. طبعا انا انا اسألك سؤال. يعني انا وطنيتك بشوفها. بتوصلني وانتي بتكتبي الحاجات دي. بس انتي عندك اسرار على الوطنية. يعني اسرار بالذات لما بتيجي عند المصري والجيش. وبحس احس الاسرار ده موجود بطريقة بمنتهى الرقية والشموخ. يعني بتخليني انا وانا قارئة. احس كده اه يعني ابقى مبسوطة يعني. والله دي اكتر حاجة بحبها. يعني كتير مسلا ممكن حد ما يبقاش مصري. ويقرى الرواية بعدين يقول لي ده انا حبيت مصر انا عايز اروح ازورها. او ساعات مصريين يقروا الرواية دي بقى بيبقى حلم في حياتي انا بيقلوني ايه. احنا حبنا مصر قوي بعد ما قلنا الرواية. احنا حسنا عندنا التاريخ. التقيتي بحد من افراد الجيش المصري بعد رواياتك الكتير التي تكتبيها عنهم. كراء. 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 كانت علاقهم بالذات الجندي اللي موجود دلوقتي يعني عندما يقرأ عن التاريخ. لا الحقيقة كانوا مبسوطين جدا من الروايات وحسوا انها فعلا يعني فيها يعني حاجات كتير جدا على التاريخ المصري وفيها سراء على التاريخ المصري. والحقيقة هم قرئين رائعين. يعني فيه كتير جدا بيقرأ وقرأ كل الروايات. فدي حاجة بتفرح لي قوي. طيب انا عايز اقف معاك عند جملة. قالها السيد الرئيس في اخر خطاب قدمه للمصريين يمكن في المؤتمر الاقتصادي. وقال انه المصريين فجؤوني. فجؤوا بالصلابة. وبالاستحمال وانهم وقفين جنب بلدهم. مش حاسة انه كلام الرئيس عن المصريين هو نفس الكلام اللي مكتوب عن المصريين في التاريخ. صح عندك حق. وكأن القائد يتحدث عن شعب يعني هو هو نفس الشعب وايضا القائد دايما عظيم. والصلابة الصلابة بتاعت المصري. المصري عنده قدرة على التحمل وفراسة في انه هو يعرف اللي عايز مصلحته. دي برضو حاجة على فكرة برضو ما كناش نعرفها يعني ما كناش فاهمنها او بس المصري يعارف الحاكم فعلا انه عايز مصلحته. ممكن يصبر على مواقف صعبة لو هو شايف ان فيها مصلحته في النهاية. بس فيه صلابة عند المصري عم بتا. واعتقد المصري بيبقى كمان عارف المؤامرات بيحس. طبعا لما يحس ان بلد وحد يتأمر عليها. لا بيوقف بيوقف. زي الوحش. يعني هو ما كانش حد ارغب المصريين ان هما في العصر يطلعوا ضد الدولة العباسية. ده بالعكس ده هما طلعوا ضد الدولة العباسية ده معنا ان هما هيعرضوا نفسهم للقتل والاعقاب الشديد وطلعوا. بأنه عنده فراسة بمين عايز مصلحته ومين مش عايز مصلحته. دي حاجة عند المصري من طول حياته. اه اكيد. ايه الرواية اللي لسه بتحلمي تكتبيها؟ وحتستمري في السلسيات الكبيرة دي لسه؟ هو انا يعني بحيث اتمنى ان انا يكون عندي مشروع. يعني انا مثلا اول خمس روايات عملتها او ست روايات كانوا على مصر والتغيرات الموجودة في العالم والتغيرات الاجتماعية والتغيرات السياسية الموجودة في مصر. فغطيت الحتة الاجتماعية والتغيرات الاجتماعية في مصر. بعد كده دخلت في التاريخ وحبيت ان انا اتكلم على مصر المستقلة. اللي بيحكمها حاكم بيدور على مصلحته هي. فحبيت ان انا اتكلم عليها في السلسيات. في التلت السلسيات دول يعني. هل بقى لسه غالبا لسه عندي مناطق في التاريخ كتير جدا. لسه. احب ان انا اتكلم عنها زي ما قلت احنا عندنا صراء وكنوز. طبقات من الكنوز. يعني زي ما الضبط اللي بيقولك لما تحفر تلاقي كنز في مصر. لو دورت في التاريخ هتلاقي كنز. ولو بدأت تربط الاحداث في التاريخ هتفهم المصريين بتصرفوا ازاي. وبيعملوا ايه. وحتتطمن على بلدك. جدا الله. وحتحس ان ترفع راسك وانت متطمن تقول الوقت. لا مصر دي يعني بلد الحمدلله يعني ربنا حرسها وانا شايفة انها ان شاء الله يعني هتكون موجودة وموجودة بقوة. اذن الله. اكيد. انا انا سعيدة جدا والحوار معاك دايما ممتع. وبحييك على كل الروايات اللي بتكتبيها والجمل. يا رب بخليك. ودايما ان شاء الله ده يوصل لكل القراء ويبقى عندنا ثقافة كده بتتكلم عن تاريخنا العظيم وعن مصريتنا. يا رب خليك شكورك بجد يعني. دكتور علي فاسيوني نورتيني وشرفتيني فتسعة اهلا بك يا. شكرا. الحوار دايما حلو. الكلام عن مصر وعن تاريخها احلى. مصريين حيفضلوا اقوياء مش رغم اي ازمة رغم كل الازمات لانه الشعب المصري طول عمره التاريخ بيقول كده. بصوا على الجدران والمعابد وعلى الشوارع والازقة والناس والعايز اقول ايه مش عايز اقول العمر اللي بين فوشوشنا تعرفوا ان المصري يتحمل بس ياكل اي حد يقف ضد امن وسلامة بلدنا. ده كان لقاءنا في التاسعة. اخضر وجميل بيكم. لانه دخلين على قمة مناخ. ان شاء الله تكون حاجة مشرفة في مصري. انا حلتقي بيكم اكيد الاسبوع الجاي يوم الخميس. حيكون مؤتمر المناخ بدأ. وهيكون عندنا حاجات كتير تانية خضرة حلوة مسمرة. نتكلم عليها معاكم. غدا انتم تكون مع زميلتي العزيزة دينا عبد الكريم. اما انا لقائي بيكم الاسبوع المقبل حتى يحين تصبح على الفخير. اشتركوا في القناة